أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات بقطع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و 62 إصابة خلال 24 ساعة ماضية هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وارتفعت باليوم الثاني بعد ثلاثمائة حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وخمسين شهيدا وواحد وتسعين ألفا ومائتين وثمانين مصابا منذ سابع من أكتوبر الماضي